صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الجمعة 23 حزيران 2022 ضيفي في هذه الحلقة عضو كتلة التنمية والتحيير النائب محمد خواجة صباح الخير سعادة النائب وأهلا وسهلا فيك صباح النور إليك لكل المشاهدين هل طوت فرنسا الصفحة السابقة الهدف من الزيارة استطلاعية لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته وتوجيه النصيحة إلى الفرقاء اللبنانيين بالحوار فهل هي محاولة لمسح المواقف الراهنة تمهيدا للتقدم بشيء جديد أم ثبات لباريز على مبادرتها لأن كل طرف فسرها على زوءه قراءة استنتاجات متناقضة والجميع خرج رابحا بنشع مرتاحة معراب مرتاحة البياضة مرتاحة وبكركة وعين التينة وحزب الله يبدو أنه الكل مرتاحين عالم ليحا من جولة لدرياو والكل فسر يعني ما قاله أو ما داره من حديث بينهم بأنه هو مرتاح شو الوضع؟ أنا بات قدي يعني الشي اللي عبر عنه المبعوث الفرنسي هو الأرضح هو قال أنا جاي بجولة استطلاعية حكا عن أمرين عن الجولة الاستطلاعية وحكا عن ضرورة الحوار هول إذا بدك الزبد طبعا وعمل عم بيقوم بمروحة كتير واسعة من الاتصالات واللاقاءات والمؤابلات وغيرها بظن لوقت اللي بيخلص هذه الجولة بدو يعمل جوجلة وبيطلع بخلاصات وأكيد قد يروح يشوف قيادته صحيح وربما يكون بتأديري أنا أنه هدي مش آخر جولة ممكن يكون في جولات جولات لاحقة لاحقة وخاصة إذا بقي الموضوع الاستحقق الرأسي يعني بحالة استعصاء قمان بحاصل اليوم هو السؤال اللي بيطرح حاله أنه طيب مع احترامي لأي جهد من دولة صديقة أو شقيقة لكن إحنا اللبنانيين مش أولى أنه نعود ونحل مشاكلنا بين بعضنا مش أولى أنه ننتج حلولنا أنه شو نحن وقعين بكسور يعني ولا ما بلغنا صن الرشد شي مؤسف جدا مشهد كل مؤسف اللي حكيت عنه حضرتك ببين أنه نحن قصرين بالضبط طبعا قصرين ومقصرين بالضبط فكان إذا عم نحكي إذا كان هذه الجولة استطلاع فمشكورين بعتقد أكتر ناس هلأ بيعرفوا عن الملف الفرنسي ما بعضها بتفيدوا بشي هذا الجولة الاستطلاع لأنه قد تكون الجهة الوحيدة من الدول الخمس يعني ما يسمى باللقاء الخماسي الدولة الوحيدة اللي عم بتتابع بشكل مستمع هي فرنسا مظبوط أقلها كمان حتى قبل الاستحاء الرئاسي يعني فرنسا أقلها من يوم انفجار المرفق هي مثل ما بقولوا على السمع معنا مع اللبنانيين مع اللبنانيين فما بعرف قداش كانوا بحاجة لهذه الجولة والأمر الثاني أنه عم بيدعونا ويقدمونا نصيحة صحيح مع هذا الحوار الرئيس بري تحدث عنه بنهاية الجولة الأولى بنهاية الجولة الثالثة من الاستحاء وتحدث عنه بنهاية الجولة الثلاثة اللي كانت دي أربطعش حزيران الماضي فلاش نحن ما بنقض مع بعض كل البنانية هل طلبوا منه للرئيس نبيه بري أيضا إعادة تفعيل الحوار وماذا سمعوا من الرئيس نبيه بري بالنسبة لهذا الموضوع هلأ بموضوع أنه يطلبوا منه الرئيس بري دائما هو في موقع المبادر مش ناطر حتى يحكي معه أو يطلب منه لا فرنسي ولا غير فرنسي أما شو سمعوا منه بعد السوابة اللي يعني اللي من 8 شهر الموقف السابتة عم برجع بكرر الرئيس بري طيب الرئيس بري عم بقول ما بنقدر تظهر من حالة الموجودة اليوم لأنه المشهدية المجلس النبي بالجلسات الثناث اللي مرت بتقول أنه الفريقين عندهم قدرة التعطيل وفقا المادي 49 أنه بيقدروا بالجولة الثانية طيرون يصاب وبتقول أكتر مشهدية أنه ولا فريق بيقدر يوصل مرشحه بمفرده هون فإزايك أنا بس قلت استعصاء استعصاء فإزايك لو قررنا هذه الجلسات وحدها بيقلك الرئيس بري حيدعي بعد جلسة مظبوط قبل آخر الشهر مظبوط قبل العيد مظبوط بعد العيد طيب إذا كررنا هذه الجلسة ما كنا متفاهمين مرة واثنان وعشر وعشرين وثلاثين ما بيتغير شيء لا بالشكل ولا حتى بالنتائج وإذا تغيرت ممكن واحد كان مواطسا خمسين يصير ثمانة وخمسين أو يصير ستين مواطسا واحدة وخمسين يصير واثنان وخمسين أو خمسين فشو بيتغير بالمشهد طب ليش عم نهضر الوقت؟ ليش عم نطعب أنفسنا؟ ولش عم نطعب المجلس النيابي؟ ولش عم نطعب اللبنانيين؟ البلد محتاج لأستقرار أفضل شيء نحن نروح على حوار كيف إطار هذا الحوار؟ كيف إليته؟ بما أنه الرئيس بريك كمان قال من دون شروط مسبقة فبتكون تتوضح بس تعود الناس مع بعضها بيقدروا يلاقوا الطريقة الأنسب لإنجاح هذا الحوار؟ وخصوصا أنه اليوم صار الطرفين عندهم مرشحون يعني قبل كان يمكن فيه فريق المعارضة عم بيقول أنه أثناء الوطني أنه ليش بنا روح نتحوار معه طالما هو متمسك بمرشحه؟ طيب اليوم صار هنه كمان عندهم مرشح يمكن صار عملية الحوار ممكن تكون أسهل أجدى أجدى معي يمكن التأكيد بأنه بعدم التمسك كل طرف بمرشحه اليوم برأيك قديش رح يعود إلى بلاده الموفد الفرنسي وهو على قناعة تم بأنه أنه الدبلوماسية الناعمة غير مجدية إذا فينا نقول بتغيير يعني أي موقف للفرقاء اللبنانيين لأنه كان في موفد قبل وقال يعني درس الوضع بلبنان وقال أنه كانت المهمة شبه مستحيلة اليوم قديش تبين لون للفرنسيين أنه إذا بقيت المعطيات الراهنة على حالها ولم تتغير مواقف الدول المؤثرة يعني على القرار اللبناني وقدرت تأخذ قرار إذا فينا نقول بنحو مباشر تطفرد تسوية معينة ما فيها من هذه الدول اللي بتمون على لا فرنسا ولا حدا ولا أي دولة بالعالم تقدر تفرد على اللبنانيين تسوية تسوية بدي يكونوا هني متوافقين عليها ما بدكت أنعين فيها ما أساسا الفرنسي في مد بين إيدي يعني صحيح ولا مرة وقف قال أنا عندي مبادرة رئاسية حكومية بس الفرنسي ملمح لها حتى أمل ما يفل الجنرال عام من أسر بعبدها صحيح أنه يا أخي في معادلة بتقدر ترضي الطرفين وفي معادلة بتعمل توازن سياسي بالبلد وهذا التوازن بدي إلى استقرار هذه المعادلة بتقول فرنجية سلامان فرنجية رئيسا ونوف سلام حتى نقول يعني هو عم بيقول أنه إذا كانت الرئاسة أقرب مع أنه الرئيس وقت اللي بينتخب بيصير رئيس كل اللبنانيين صح والحكومة بستتشكل برئيسها ووزراءها بيصيروا هني وزراء عند كل اللبنانيين فبعت إدهد المعادلة هلأ الفرنسي تخلى عنها ما في أبداً ولا حدا قال أنه سمع أنه الفرنسيين تراجعوا عن هذه الفكرة أقل ما بدي أقول فكرة ما بدي أقول مبادرة لأنه هي مبادرة المبادرة أولاً تعلن والمبادرة بعملها مندرجات وغيرها وبنود يمكن الفرنسي ما فصل أكتر لأنه اصطدم ببعض الجدران إذا صح التعبير فالشي اللي بدي يطلع فيه ما بيتغير كتير عن اللي كان سابقاً بل ربما هلأ يكون الأمور وضحت أكثر بالجولات الماضية ممكن كان ما صار 12 جلسة ومثل ما تفضلت ما فيه 2 مرشحين واضحين هلأ الأمور أوضح بصير الحكة بينتقل من مرحلة للحكة العام إلا الحكة بالخاص والتفاصيل ولكن يعني مرة يعني أول يوم ونص أو يومين على زيارته للموفد الفرنسي وخصوصاً أنه أتى بحصيلة كان في قمة سعودية فرنسية بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي بفرنسا وكان ممكن يجي قبل هذه القمة ولكن ننتظر لأنه نحكى عن لبنان وملف لبنان وضرورة التسريع بملء الفراغي يعني المؤسساتي والسياسي في لبنان أتى أيضاً بعد زيارة عبداللهيان أيضاً إلى الرياض أو عفواً يعني بن فرحان فيصل بن فرحان إلى طهران يعني أتى متسلحاً بمواقف دولية على أساس ولكن ما حصينا أو شعرنا أنه يعني ما تتكلم كثيراً بهذه الأمور يعني أو هذه اللقاءات وأنعكاس على الداخل لم يكن مفاجئاً لا أنا ما بعرف إن ستتكلم وما تتكلم ما بتعفعل أنت نحن مش صحيح نحن مش قاعدين جوا صحيح نحن مش باللقاءات يعني نقول على الأعلام وقت اللي بيصير مثلاً في لقاء ساعة ساعة وربع بيطلع واحد بيقول كان جيد يا طرى أنه هاي المعطيات لا أكيد أكيد في كثير معطيات بس أنا بدي نصرح بس أنا بدي رجعك إلى الأصل طب اللقاء اللي صار ببداية زيارة واللي عهد السعودي لبيريس اللقاء اللي جمعه الأول اللي جمعه مع الرئيس ميكرون ببيانه واضح أولاً لبنان كان يعني مدرج من ضمن مجموعة من درجات والسعودي رايح على على بيريس يعني مش لحامل ملف اللبناني ورايح بدينيقشوا رايح بغرض آخر بآخر غرض فصول على إكسبو عندهم عندهم مشروع كبير السعوديين السعودية بدهم هدا ما عم بيشتغلوا لإنجاح هذا المشروع وهدا حقهم صح بس كمان اللي تظهر عن الاجتماع كمان بيقول إنه يا لبنانيين روحوا حلوا مشاكلكم ويا لبنانيين روحوا ينزوا استحقاتكم يعني هذي كمان دعوة إنه روحوا تفاهموا بين بعض روحوا تفاهموا بين بعض ما قال شي تاني أنا ما شفت صح صح ما قريت شي تاني أبدا ناطرين ناطرين هالكلمة السر هيك اللي بتأتي من الخارج اللوزير خارجي السعودي كمان رأى على طهران ما حدا كمان بيزعم إنه بيمتلك معطيات وتفاصيل طب كمان هني بهم آخر ما تنسي إنه بعشرة أزار صار فيه اتفاق وهذا قد يكون الحدث كان بالعام صح إذا بدك تحط الحدث الأول يوم بالأقليم على بالعام 2023 بقلك هذا الاتفاق طبعا وإذا بتقليلي وين تصنيفه عالميا بقلك من 3-4 أحداث في العالم بيتصنف من ضمنهم طيب اليوم إذا بتذكر كان الموضوع التمثيل الدبلوماسي لازم يتم بخلال شهران فكان بهذا الإطار أنه راح لأنه مقضة المدة عمليا الشهران عم بيجهزوا بالبيلتان كان في بعض الصعوبات اللوجستية راحوا تأكيد أنه هذا الاتفاق يسري وفقا يعني وفقا لمسلحة الطرفان أكيد ووفقا لشيء المنصوص عنه بالاتفاق صح وهم ما هو مخطط له أمور تاني إيه حكوا بيكونوا بأمور تاني لبنان من ضمنا أكيد من لبنان ما فيك تحكي عن المنطقة وتستثني لبنان ولكن كمان يعني فيه هم كبير عند الطرفان أنه هلأ بنحط الملف في اللبناني أنا بعتقد لا السعودي التفكير الأساسي على مستوى الأقليم هو في اليمن لأنه إلي علاقة مباشرة إذا ما طفت الحرب اليمنية المشروع اليوم 2022-2030 هذا المشروع يعني ما بينعمل انطلاقته القوية إذا ما طفنا الحرب لذلك وبعتقد هذا من الأسباب الأساسية اللي خلت الأمير محمد بن سلمان أنه يعني يعجل لأنه الحوار كان بين الطرفان السعودي والإيراني منعرف من فترة لا بقى سفيها بلش من المسقط كف على على بغداد واختتم إذا بدك ببكين المفاجأة اللي كانت أن يصروا بسرعة كانت تقدير أنه بعض بده وقت أكتر لأنه كمان هو هذا المشروع بالنسبة لأله هو حلم بده يحققه وهذا الحلم بده هدوء واستقرار الهدوء والاستقرار نطف الحروب تصفير مشاكل فيه اليوم باليمن أقل في عشفة قتال باليمن فيه أمور حرب عمره أكتر من 8 سنوات أكيد إلى تدعياتي كتير كبيرة مش من السهل وليس يحاولون أنه يعالجوا بنفس الوقت الانفتاح على سوريا بالميل التاني كمان عملت استقرار عربي عربي هنيك إذا فيك تسميه استقرار أقليمي أقليمي أو إسلامي إسلامي البدك يا صنفي هون عملت عملت استقرار عربي عربي سوريا فاتت من البواب العريضة ومن جامعة الدول العربية لموقعها في الجامعة العربية والآخرين عم يجوا لعندها وهني عم تروح صحيح شفنا عودة خليجية بصير لبنان بصير لبنان بالنسبة تفصيل نجعل إيراني الإيراني إجا الوزير الخارجية إيران على لبنان وعمل لقاء بعت إدمعات يعني دعوا كل القتل النيابية أقل اللي ملبت أنا كنت موجود يعني نسأل أكتر من سؤال حول موضوع الرئاسي كان عنده جواب واحد ليه هو هذا شأن لبناني واللي اللبنانيين بيتفقوا عليه نحن نسير به نحن نتعامل بين تخبول لبنانيين نحن نتعامل معه رئيس وهذا موقف السعودية والسعود أنا بتقديري المملكة السعودية ليست بعيدة كمان عن هذا الموقف طيب اليوم خلينا نقل بالصورة الأول طيب اليوم في جو أقليمي كتير مساعد ومؤتي لإنتاج حلنا الداخلي يمكن لو هذا الكلام قبل سنتان بظل احتضام الصراع الأقليمي يمكن تقول يا عمي نحن حتى لو توافقنا هون ممكن بيجي عرقلي من هون أو من هون أو من هون طب ما هالعرقلات خلصت خلصت أو أقل يعني في قراءة جديدة أو أقل خمدت حتى ما نقول خلصت خمدت طيب طب نحن نقل لبنانيين ليش مش عم نستفيد منها ده السؤال الكبير طب بعدين أنا عندي سؤال أكبر هي المشكلة بس برئاسة جمهورية طب إذا بنا نشكل حكومة عندنا أزمة طبعا إذا بنا نعمل استحاق انتخابات نيابية عندنا أزمة إذا بنا نروع استحاق انتخابات بلدية عندنا أزمة إذا بنا بعد شوية نعين نطور بشي حرش صحيح دائما في عندنا أزمات طب كيف بنا نكمل هات يعني أنه ما عند نقدر بدء إعادة نظر بالسيستام كله طب ما هيدا هي اليوم اللي بيحكي بهيدا الموضوع وبالاستعصاء الحاصل على صعيد كل الأمور في الدولة اللبنانية وليس فقط الرئاسات ولكن يعني بس يكون في عنا حكومة مكتملة عنا مجلس نيابة عنا رئيس جمهورية ما منشوف كمان هذة هي الأمور أو الثغرات الموجودة في هذا الدستور اللي عم بتعيق عمل المؤسسات مضبوط ما هم منشوف أنه أي تحرك أو توجه لتغييرها حتى اليوم الحق عالمين لا أكيد الدستير لا كرآن كريم ولا إنجيل وبدوها العالم كل يوم بيتغير الدستور أنا برأي متواضع بقلك أزمتنا مش بالدستور بشو؟ بالأعراف لبنان محكوم بالأعراف الطائفية أزمتنا مش بالدستور هلأ سهل عشر نواب يلتقوا ويقولوا نحنا بدنا نعدل مادة دستورية أي مادة أنا أتحدى إذا كل شيء نحنا منقود بنقول بدنا نغير موقع الطائفة لهذه الوظيفة الكبرى في الدولة تخرى بالدني هون الكارثة ما هو محكوم بالأعراف وليس بالدستور علة العلال اللي هي عم بتولد لنا مشاكل بشكل يومي الطائفية هي الحالة الطائفية السياسية لا نعرف نخلص مننا لا بأنون انتخابة ولا بانتقال إلى دولة مدنية لا نحنا نحنا لا حتى ما نقول كمان نحنا عم نحكي نحنا بالألفين وثمانتاش كاكتلة ما مرأ شهرين ثلاثة على انتهاء الانتخابات كان عنا قانون جاهز صح قدمنا هذا القانون لبنان دقرة وحدة وعن نسبي ويمكن سننتحكي فيه بالتلفزيونيات شي خمسين مرة لا لا ومعروف الموضوع ونحنا شو الغاية منه وبرمته فيه على كل الكتال الغاية منه نفكك الحالة الطائفية من دون ما نقول بلنا نفك فيك لأنه نحنا إزجينا رحنا نفذنا لتدمنتهم مقدمة الدستور قصة إنشاء الهيئة الوطنية العليا للطائفية أنا مش معها أحكيك بصراحة إذا بنعملها اليوم ما بعرف إذا بسنة الفان وخمسمية الفان وستمية بيكون جهزة لأنه حنيجي نعود عيني بعينيك ما نبلش من هون ولا من هون هدي قبل ولا هي قبل لا نحنا رحنا على قانون انتخابي بيعمل عملية إذا بدك بيزيد التماسك بين اللبنانيين عكس القانون المعمول فيه حاليا اللي هو بيعمل تنافر بين اللبنانيين صح بيزيد التماسك بين اللبنانيين وبيبلش يصير فعلا النائب لأنه نحنا نظامنا مش رئاسي نحنا نظامنا إذا بدك شبه مجلسي بيصير هذا النائب لمجلس النواب بيصير فعلا وفقه للمادة 27 هو ممثل للأمة هلأ من هو ممثل للأمة أنا اليوم منتخب عن شريحة من بيروت غيري منتخب عن شريحة من جنوب غيري منتخب عن شريحة من البقاء عن شريحة من الشمال وقت اللي منروع القانون اللي نحنا قدمناه واللي قتلنا من شانو ولازال ما تمسكين فيه هيدا القانون أنا بعت دورة دورتان ثلاثة بتصير الحال الوطني بتعلى المفهوم الوطني ديعلى والمفهوم الطائفي ينخفض وبتصير شيئا فشيئ تبلش تتاقون عنا خطاب وطني حقيقي مش خطاب إنه أنا اليوم اللبنانيين مقعين بانفصام الشخصية بالمجالس المغلقة والديقة الجماعة بيظهروا لبرة أيها اللبنانيون طب يا خيب والله صلنا مرضا طب القانون اللي قدمناه ممكن يفتح بيفتح باب لدولة مدنية حقيقية طب قدمتوا قانون ما كان فيه أي يعني تلبي إذا فينا نقول أو أي قبول من قبل الكتل النيابية الأخرى وحتى لبل فيه كتل بتقول إنه ما رح نغير قانون الانتخاب يعني هنه متمسكين بهيدا القانون اللي كان أفضل الممكن يعني وانعمل وهنه متمسكين فيه وعلى أساسه عم ياخدوا أفضل النتائج وعم بيقولوا الكون اليوم إنه ما رح نغيره طيب يعني كمان كله هني عبيعكوا صح وعتفكر القانون اللي احنا اللي مقدمينه بيخدمنا هذا القانون على الورقة والقلم نحنا بنخسر بين الثلاثة والأربع نواب فيه بك حركة عمل هذا حيقول طيب أنتو كيف تشتغلوه بمصلحة تكون هذا سؤال وجهه للرئيس بري من حوالي سبع سنوات وقال لي بلد شي حكيه بلبنان الدقرة الوحدة قال لهم بخسر كذا عدد من النواب لكن بربح لبنان فيه ناس قاعدة عم بتفكر عم بتحطك الكوليتر صحيح ما هني بس عنه هاي ضدر الدول ما بتم بنع الكوليتر ما هو بس من وضع هايضا ومش من حسابات الدقيقة بقى أنه انت بس تقول للبنان عددان هاي بتاع في شو بيعمل لبنان الدقرة الوحدة مل زمين بتلاقي خلال سنة وحدة رو على على أنون أحزاب عصري وعبر الطواقف يعني عن جد كل هذه الأمور وهيك وهذه التطورات عبالنا هيك شي نهار نوعا ونلاقيها عم تتحقق ولكن كلها عم تبقى شعارات لأنه لا لا هي مصالح شخصية بيجي واحد أنا عم بإيه سادة الأنون شو بيخدمني فصلوا إذا بيجيب لي عشر نواب مش تسعة بيمشي فيه طب يا عمي هيدا عم بدمر البلد ما نحنا مستفيدين منه لذا الأنون ما نقالك نحنا خسرانين ما عرف ما شرحت صحيح وعرفين هيدا الموضوع فلأ حتى مش موضوعنا الأساسي ما يعني هيدا الكتلة النيابية ما عم بتلاقي بعضا بعض بالتطورات وبالتحسين كل واحد وين بيشوف هو مصلحته عم بيضل على موقف وما عم يجي على أي تغيير هيدا هي المشكلة مش نهيك نحنا على الأنين مش نهيك نحنا نطرين الخارج والخارج بيقلنا حلوا أموركن لحالكن ونحنا مش عارفين مشكور الخارج أنا بيقول هو دبروا حالكن أنا ما بدي أتدخل نحنا منقوله دخيلك منستجديه لأ لازم تتدخل يعني فيه بلد بالعالم بيتصرف هاك فيه شيء بلد بالعالم فيه لبنان يعني طب إنه لبنان هيدا اللي مضان نحكي عنه بالطريقة اللي هو فيها لبنان الطائفة لون وصلنا بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع عندنا هوية وطنية أنا بيقولك ما عندنا هوية وطنية أبدا ما عندنا هوية وطنية لبنانية طب اليوم شو بدك تعمل بهذه المواقف والثقوف العالية اللي بنسمعها من بعض الأطراف لا كمان هيدا إذا هو مفكر إنه هاك عبي بيحمينا دولة العديل بيحمينا دولة القنون بيحمينا دولة الانتظام العام بيحمينا دولة الوطن غير دولة ما بتحمينا هاي الدولة الطائفية اللي 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 وصلتنا ولا اللي نحن وقعين فيه وصلتنا ومش عاقين نطلع منه ما صايرة بالتاريخ في دول بتفلس بس ما في شعوب بتفلس وبعدنا متمسكين اوكي لذلك ما نتفاجأ باللي نحن عمعيش فيه خليني ارجع بس شوية لموضوع لزيارة لودريان وايضا الرئاسي اليوم مثل ما قلنا بالمؤدمين وكل واحد اعتبر انه جولته او زيارة لقاءه بلودريان انه كان بنسبه كل واحد بيعتبر انه امور مليحة بتاخذوا عجاني خلييني بس حتى فصل لك شوي اليوم مصادر التيار ترى انه لودريان بدأ مسلما بدأ مسلم بأن المرحلة السابقة قد طويت وانه المرحلة المقبلة لن يكون فيها فرنجية مطروحة فرنسية بعدما لمس حجم المعارضة له مصادر فرنجية بتقول انه لم يسمع ما يدل على اي تراجع من الفرنسيين عن مبادرتهم واشاروا الى انه باريس تتعامل معه كمرشح رئاسي وليس فقط مسؤول مسيحي اليوم هيدول الاطراف يعني كمانا المعنيين مباشرة وغيرهم كمانا شايفوا كل واحد حسب طريقته اليوم برأيك بعد هذه ازيارة وكنا ناطرينا وبعد جلسة 14 زيران اللي حصلت والانقسام اللي شهدناه خلالها اليوم قديش الافريقاء اليوم مستعدين لسماع مبادرة جديدة او للذهاب الى تسوية داخلية جديدة مثل ما حضرتك عم بتقول انه بتخلي الداخل هو اللي يروح قديش برأيك ادرين الطرفين يفوتوا على شيء جديد ما بعرف شو بدنا نسلمي مبادرة تسوية في حدا ما بدهو حوار مبيني واضحة مش من هلأ من 18 شهر ما بدهو حوار ما بدهو حوار طب بديل الحوار شو مزيد من استدامة الشغور الرئاسي بديل الحوار مزيد من الاكلاف على الاقتصاد اللبناني البعض بيعتبر بديل من الحوار تسوية ما ما التسوية كيف يعني كل الطرفين يتخلوا على المرشحين ونروح الى اسم تسوية ويشرفوا يجي وعدوا على الطاولة يقولوا يطرح فكرته ما كل واحد يطرح فكرته بس نقول حواري يعني حبا نسمع لبعض مظبوط ولا لا طب اذا انا من الاساس رافض مبدأ الحوار كيف حتى اذا بدك تحكي بتسوية كيف تنتجيها هيك بالهور بتنتج لا هلا انا 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 قلو انه كل طرف يسقط مرشحه ويفوت على هيدا الحوار بعدم تمسك بأي بلى موقف واضح هم بيكون انه ما بدنا نتمسك بأي مرشح نروح حتى نحكي بتسوية لألك ليش لأنه اني أساسا احترامي للوزير السابق الجهاد أزعور هو أساسا بالنسبة لأنه هو تقاطع واني قاله وش أنا قلت واني تقاطع وسترجع للبدايات حدا رشحه مثل جبران مش للمناورة وحدا كان رافضه من الأساس ورجع قبله الدكتور جعجع كان رافضه رافض مطلق رجع قبله بعد ما زاره الرئيس السانيورة وقال له قطع فيه مديش اللي أنا أقول شو كان عبيحقوا بس أنا بفهم هاك انه كيف انت كنت ترافض هذا الموضوع وانه عم تعتبره هذا جزء من منظومة سابقة وانه كان وزير مالية وانه ما تركش ورا بصمة إصلاحية لحتى اللي نجي نراهن على البصمة ونبدأ عليها كيف غيرت رأيك ورجعت مشيت فيه كتائب كانوا عنده الرفض مطلق لقلو في البداية طيب شو اللي تغير التغييريين أكيد مع تبرينو زق من المنظومة طيب السبات يعني فيه فريق موقفه ثابت من اللحظة الأولى منسجم مع نفسه منسجم مع موقفه انه نحن عم نقول يا خي نحن نأيد الوزير السامانة فرنجية وقالنا لهذا السبب مش لأنه هو أفضل شخصية بالعالم لا نحن عم نقول رجل المرحلة من التبرينو من ضمن اللي عم ينطرح من ضمن اللي عم نفكر فيه هو أفضل رجل لهذه المرحلة انه يكون بهذا الموقع وصلنا من بنينا كذا مرة اللبنانيين يوم بدون حدا يجمعهم هذا الرجل قادر اللبنانيين بدون حدا يصدق معهم كيف بس لحظة بهذا الإطار اللبنانيين بدون حدا يجمعهم كيف رح يكون قادر على جمعهم وهن في عندك نصف اللبنانيين رافضين لوصولهم ما أنا حقلك كيف فيك تقلي بس بعد الفاصل بدي فوت على فاصل مشبورة ونرجع نحكي بهذا الموضوع فاصل وانو تابع اوضي للكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم مع ضيفي سعادة النائد محمد خواجة من راح فيك مجددا خلينا نرجع نبلش من مطرح موقفنا انه عم تقلي انه بدون الرئيس قادر على جمع اللبنانيين اليوم كيف يجمع اللبنانيين بوقت نص اللبنانيين منقصمين حوله ورافضينه طيب اول شيء بدي يكون قادر بدي يكون شخصيته بتسمح انه تلمي الناس ما قادر يلمه لا حد هلأ خليكي معهم ايه ما مش قادر السوبرمان هو ايه رؤي علي تفضل فيه فرق فيه شخصية اساسا ما بتجمع هي باساسها بالعكس يمكن ازا كان فيه يعني شيء طب بتبقى طبيعة بشرية هيدي طيب اسلامين فرنجية برأيك انت شخص مثله اللي قدر انه يخفر لقتلت اهله وهو من موقع القوة حفاظا على الوحدة المسيحية الاولا وعا الاستقرار للبنان العام تانيا برأيك شخص بيقدر يتعامل عنده هذا القدر من المروني عاجز انه يتفاهم مع الخصم قبل الصديق اكيد لا انا هادا اللي بقصد فيها هلأ اخر شيء ايه هو مد اليد للجميع وحاول مع الجميع ولكن عم يكون فيه رفض وصد لأله واعلى بياخد خطار هادا صار الصد صد سياسي مش لانه هو ايه انا عم بقول يمتلك هذه الميزة هلأ مين بتجاوب مين بتجاوب سيب بحس تاني ما فيه انبيا طبعا بلق ياسو تشبيه اكيد ما حدا بيوصل في انبيا دعوتهم ان رفضت مش معناها هي الدعوة سيئة هو اللي رفضوا اساسا لأسباب متعددة ولزروف متعددة ما انجحوا له الدعوة تعيته فلزلك يعني انا بقيت عم بقول انا عم بقول اسليمان فرنجية يمتلك ميزة قدرة التخاطب مع كل اللبنانيين يملك قدرة التخاطب مع كل العرب يملك كل التخاطب مع كل الاصدقاء في العالم طب هاده ميزة هلأ مين بتجاوب قداش بينجح هاده بصير بحس تاني ما بتعود عنده المشكل بتصير المشكل عند الاخرين ولكن بس بدي يعني منرجع شوي بالزمن انه كمانا عندما كان مرشح عن العماد ميشيل عون كمان ما كانت كل الاطراف موافقة لكن فيه تيار مستقبل ما كان فيه قوات لبنانية يعني ما كانوا كلهم موافقين رجع يعني من خلال ما بعرف يعني التواصل مع الاخرين رجع عمل اتفاق مع راب عمل تسوية مع تيار المستقبل ليقدر يوصل الى الرئاسة طبعا كان مرشح ايضا كان دعمه حزب الله كان فيه ركائز ثلاثة لهذه التسوية حتى حصلته وصل على الرئاسة اليوم يعني ايضا على الوزير سليمان فرنجية كمان يعني زي بدنا نقول يعني يقدر ينسج تسوية مثل اللي حصلت حتى يوصل لانه بظل هذا الرفض صعبة صح؟ ايه طبعا شاب اقولك انا الامور سهلة لو سهلة كان صار الانتخاب لو فيه حدا من الطرفين قادر يوصل كان نوصل بالجلسة الـ 12 كنا هلا عنا رئي جمهورية اكيد انا مش عم بسط الامور نحنا عم نقول حدا بيسألنا طب انتوا لاش تمسككم بشخص الوزير الفرنجية لأسباب داخلية الميزة اللي قلتلك عنه عنده ميزة تانية كمان لا تقول اهمية اليوم اخطر واكبر ملف بيهدد اللبنانيين هو النزوح السوري صح وقال اللبنانيين يوم جمعين وانا عم شوفها من المجلس النيابي بيختلف على كتير من المواقف ولكن هذا الموقف قد يكون موقف جامع الكل صاير شايفين عبق هذا النزوح حتى اللي رحبوا بالبدايات انه افتحوا الابواب هلا عم بيعضوا اصابيع الندمة طب اليوم لنقدر نحل هذا الملف الشائك بدنا ما بيكفل ارادة اللبنانيين بدنا ارادة سورية بالمقابل لانه هذا نزوح فيه فيه كم هيئل من البشر بدك تعملون لنقل تدريجي من مكان من مكان نزوحهم الى مكان الى مكان الى مكان الاساسي والاصلي اللي هو بلدهم طيب ما بدنا نقعد نحن والحكومة السورية نحن والدولة السورية نحن والمعنيين في سوريا البدك ايه اسميهم طيب ما بدنا نقعد معهم لنتفق على استراتيجية مشتركة وهذا الاستراتيجية تكون مبرمجة زمانيا ومكانيا ونقول هاك بان نعمل وهاك بان نعمل وهاك بان نعمل وهاك بان نعمل مين اقدر شخصية بالاسماء المرشحة اليوم لرئاسة الجمهورية انه يعود معها القيد السورية ويحكيها بكل وضوحه شفافية وصراحة ومن موقع الصديق والمحب مش من موقع الخصم لانه نحن الدول بتتصرف متل الافراد اذا رجعنا لابن خلدون كيف الافراد اليوم اذا انت حدا بترتحيله حتى لو اجا اخبرك عن عاب عندك بيبقى أسهل بكتير عليك من ان تقبليه يمكن واحد انت ما بترتحيله حتى لو اجا بيحكي عن حسنات عندك بتعمليه البلوك من البدايات نحن هدا كمان هدا ملف كتير كبير واساسي وشائق اذا قدر ينجز هذا الملف وحده انا بعتبره انه كان رئيس ناجح خلال ست سنوات الملف الثالث اللي نحنا فيه كتير جدل بالبلد دائر عمليا من الالفين لليوم انه قرار السلم والحرب اين مين بيخذ القرار استراتيجية دفعية فاذا رحنا عاما يسمى باستراتيجية دفعية طيب استراتيجية دفعية فيها جيش وفيها وحدتنا الوطنية طبعا هي اساس طبعا مش هنوض نناقش بوحدتنا الوطنية وجيشنا حاضر نحنا هادى الاستراتيجية الدفعية اولا سمين فرنجية ينطلق منها انه مقوناتها كلهم عايزينهم عايزين قدراتهم بدنا نعمل تكامل مش جاي حدا بدي نعمل استراتيجية دفعية انه والله طوعوا شوفوا قداش فيه بالمقاومة فيه عشرين الف خمسين الف ميتة الف هتلا نعملهم شي خمسة ألوية شي فرقتان لا مش من هيدا المنطلق من اي منطلق فهل في يعني اليوم طبعا فيه رؤية فيه تصور فيه تصور طبعا ايه لان هيدا موضوع شائك وحساس وما حدا قدر لحد هذه اللحظة انه يبت فيه برأيك شخصية مثل الوزير الفرنجي اذا قدر له يوصل على قصر بعبده ما بيقدر يحكي مع قوى المقاومة انا هون بس عبقول قوى المقاومة لا تقتصر على حزب كل من شارك في هذه المقاومة كل من هو داعم لهذه المقاومة يعني انه بس حتى نكون يعني واضحين انا ما بدي هلأ اعملوا تقييم العهد ولا لا لا مش عام نعمل بس عام قللك كمان كانت علاقته جدا مش هلعون قد تكون علاقته جدا كانت مع طرف فقط هو حزب الله وعتيقت كانت خرباني مع كل الاطراف التاني طبعا طبعا سمان فرنجية لا ما حيكون هيدا وضعه انا متأكد اذا وصل على الرئاسي سلمان فرنجية حيكون صديق للخصوم متل ما هو صديق للاصدقاء انا متأكد حدا من هول الخصوم بيقوله انا ما بدي يصادعك محسيني هيدا صح ما هيك عم بيصير عنده القابلية هيدا هيدا المشكلة لا ما هو عنده القابلية لانه اليوم الفريق الاخر عم بيقولك انه هو امتداد للأزمة اللي كنا عايشينا كونه من فريق واحد وكمان يمكن مثل ما عملوا مع الرئيس ميشيل عون في البعض قاطعوا بخلال الرئاسة يمكن اذا في حال وصوله يمكن ترجع تصير ذات الأزمة بدي انتقل بس للمطار وبرأيك اذا اجا من الميل التاني يعني ما بتوقع نفس الأزمة اكيد بس خليني بنجا مكمل بدنا نتقل مباشرة الى المطار ووصول الرئيس نجيب ميقاتي بجاولة الى هناك بيقول لي المطار هو واجهة لبنان كل واحد بيفوت باللوابة هي اللي بيفوت منها كل شخص مسافر وقادم اي لبنان لازم تكون الصورة صورة ناصعة وبيضاء لحتى نقدر نعطي الصورة الجيدة عن لبنان نحن رغم كل المشاكل اللي عم نمرق فيها رغم كل المصاعب اللي عم نمرق فيها عم نسعى جاهدين انه يكون مطار بيروت حقيقة الصورة مشركة للبنان اليوم بهالجولة انها بيتفقد الهبل الالمانية بمبنى الجمارك اللي هي بيقوم بموضوع سكانر لكل تصدير من لبنان وهالسكانر هو ضقيق جدا بيكشف عن اي عملية تكون فيها ممنوعات بالامكان بالخضار او باي عملية تصدير اخر وخاصة ايضا بنشوف كمان اذا فيه اي شيء من المتفجرات الموجودة بهذه البضائع مصدرة من لبنان لانه هدفنا انه نحن نكون حقيقة التصدير عندنا تصدير سليم وامين وهيدا اللي عم نوعد فيه الدول العربية والدول الغربية بالذات انه مطار بيروت مطار امن من جهة اخرى كمان اتفقدنا موضوع الحقائب والحقائب اللي تطلع من مطار بيروت وشفنا كمان المكانات والاليات الجديدة اللي وضعت قيد التنفيذ اللي هي رفعت النسبة المراقبة من 500 حقيبة بالساعة الى 1200 حقيبة بالساعة اللي هي كمان معدل جيد جدا وكيف يتم عملية مراقبة كل هذه الحقائب المغادرة لبنان اضافة لذلك كمان بهمنا بالمطار موضوع الامن بشكل عام فرئيس جهاز امن المطار ابلغنا عن 800 كاميرا موجودة في مطار في محيط مطار بيروت ومطار بيروت ويوجد غرفة عمليات تعمل 24 على 24 لمراقبة اي حركة غير صحيحة في المطار فهيدا كمان نحن همنا انه نضبط الامن ونكون حقيقة كل ما يمكن فعله ممكن انه ينعمل اضافة لذلك كمان مع مدير عام الامن العام تحدثنا عن سير الموضوع القادمين والزاهبين من لبنان وتسهيل وتسهيل عملية مرور عبر الامن العام فبالامس بالذات وصل حركة الزهاب والاياب مطار بيروت حوال 28 الف راكب وحقيقة رقم رقم كياسي نسبيا وتمكن تمكن جهاز الامن العام من خدمة كل هؤلاء القادمين والزاهبين اللي وخاصة هلأ بها الفترة عندنا بداية فصل الصيف وموسم الحج فطلبت ايضا ان يكون خلال العودة من الحج ان تكون الامور مسهلة مثل ما ذكر معاي الوزير نحن نشكر كل ما من قدم الهبات الى مطار بيروت فهذه المكانات الجديدة هي هبات وكمان اضاء نارة نفق المطار من جمعية ارادة كمان مشكورة كانت هبة ونحن بهالمناسبة كمان بشكر كل كوى الامنية اللي مش رفع المطار بشكر معالي وزير دخلية معالي وزير الاشغال العامة اللي هنا عم بيتعبوا هذا الموضوع عن كسب وبأكد لكم جميعا انه دائما نحن متبعين هذا الموضوع هدفنا مطار بيروت ان يكون صورة كما قلت صورة مشرقة للبنان شكرا لكم لو تك هل رح يكون انه رسالة بقليش العرب وصادرات الكفتاجون في الانون نحن اليوم رأنا عم نعمل في عنا لجنة للبحث بهذا الموضوع وغلجنة بخلاء اجتمع الأخير اكدت على الشي ونحن اليوم كأعضاء لجنة عم نشوف عن كسب وعلى الارض حقيقة ما يكون به الجمارك اللبنانية من جهد لمراقبة كل ما يمكن مراقبته عم بيصير هالمراقبة مراقبة كاملة لا يمكن ان يكون لبنان لا ممر ولا مصدر لاي عمل لاي عمل مضر او اي ممنوعات تصدر من لبنان لاي دولة عربية او غربية شكرا لكم اذا عودة رأي لكم مشاهدينا من بعد ما استمعنا لرئيس الحكومة بعد جولته بالمطار لكلمه يعني طبعا هذه زيارة يمكن بإطار تفقد تفقد وفي بعد الشكاوي يعني اناها حكاعة التلفزيون اكتر من المواطن قصة انه عم سير فيه تأخير خاصة من ضيوف العرب الضيوف الاجانب والعرب الاجانب على كنتورات الامل العام بعت اذا ان شاء الله اليوم تنحل وفي ممكن بقى صار بنا توسع بدنا النظام اللي بسموه ما غرف شو الشنط اللي بيمرؤوا عليه الشنط السلسل اللي بيمرؤوا عليه يمكن كمان صار طاقطها القصوى هي عم تشتغل بس ما عادة تلبي لأنه ما شاء الله الاعداد عم تكبر مع نوعين هذه لازم نحطها بعين الاعتبار وللأسف يعني المطار هو نحنا بالقوانين الاربع اللي عمناوهم بالصيف الماضي واللي رفعوا من مالية الدول اللي كانوا اكتراح من لجنة الأشغال وتبنيها الميس النيابي مع أنه مرأة دغري التعاون مع الوزير علي حمية يومها كوزير أشغال في أحد الاوانين بداخلوا فيه عشرين بالمية من الإيرادات اللي بتيجي بيحصلها المطار بتضل المطار لأن المطار طبعا تنفق وفق الأصول والاوانين بس هذه العشرين بالمية حاكم مصر في البناء مش عم بيحول ولا دولار ليش ما في دولارات طب ما هو لا ما هو العيهال عبينقبضوا عبينقبضوا فرش مش إنه عمينقلك عطينا شي بدنا نصفه هولي إذا عشرين بالمية بيتحولوا فورا من اللي عبينتجوا المطار المطار عبين يعني مداخله أكتر من 200 مليون دولار بالسنة إذا بيتحول عشرين بالمية بعد كل هاي المشاكل بما فيها الصيانة والإضاءة والتكييف وكذا بصيروا كله تماما صحيح بالعودة إلى موضوعنا كنا عم نحكي عن المواصفات إيه قالتلك فلذلك اليوم يعني إحنا نجينا أن في شيء له علاقة بالميزة الشخصية وفي شيء له علاقة بالصداقات المبنية اللي هي موضوع النزوح السوري طرفيهم مع القيادة السورية على هذا الملف الكبير لأننا فكفكوا وخاصة أنه ما نسرل أمريكا والأوروبية بدوا يوهن يتوطنوا في لبنان بصريحة العبارة المجتمع الدولي كان واضح وكان في مواقف يعني وأنا معجب بالمواقف اللبناني كل اللبنانيين اليوم عم بقولوا أنه هذا أمر مرفوض رفضا باتا ما سمعت حدا قال لأ نحنا نرحب بهذا الأمر طب هذا لنصرفه لنسيله صحيح ما بدنا نقعد نحنا والسوريين وكنا عم نحكي استراتيجية دفاعية نوصل على آخر واحدة استراتيجية دفاعية سيماني الفرنجية مش عنصر سئة عالي لفريق المقاومة ما بالضرورة أنا قلت بس أحكي عن عن فريق المقاومة ما أنه حزب ما أحترامي الحزب الله وأشمل حتى حزب الله ولا مرة قال أنه هذه المقاومة تقتصر علينا فقط نحن البداية نحن أبدا اليوم في حركة أمل في حزب الله في أحزاب مثل قومي الشيوعي مثل البعث النصريين في مقاومة سياسية وموطنية ومقاومة السياسية بالمقاومة السياسية كل حدا صمت بأرضه وهو مقاومة صح كل حدا عزز فتح مشروع بمنطقة أنه ممكن هي هدف للإسرائيليين إذا ما كانت هي مطمع للإسرائيليين هذا مقاوم كل من صمت كل من كل من كل الهول نحن نعتبره مقاومة فبعد استمعنا فرنجية لكن هذا الفريق الواسع اللي عم نحكي عنه في هذه جزئية بشكل عنصر سئة كتير عالي وبالجزئية الأخرى موضوع نزوح لا بالجزئية الأخرى قصد بالنسبة للقسم اللي رافض اليوم وما بيرايحه يمكن الوزير إسلامين يمكن ما يتعامل رد الفعل السلبي برد فعل سلبي يمكن بطريقة مختلفة نحن وصع منقول أنه هو رجل هو الأفضل لهذه المرحلة ألفة يقول لك لا في من هو أكفأ طيب أنا لأنه كنت بسؤالي عم بيسألك أنه هل مستعدين أو بلشوا الطرفين يفوتوا بروح جديدة بنفس جديد أنه ممكن نروح على أي تسوية معينة على أسماء أخرى ولا بعدنا ما اطرحنا لا ما اطرحنا هلا التسوية بدأ حوار بتروح الناس على حوار وبتصير تحكي مع بعض يمكن كمان يعني طرفنا الطرفين يقدر هشيل عم نظهره بالحوار الهدئ وأنه يا خي عال أوكي هذا هالمرشح اللي عنا يمتاز بهذه المزايا ونحن شفين هذي المزايا ضروري جدا للمرحلة الحالية لذلك أنه عنه هو رئيس لهذه المرحلة هو الأفضل للرئاسي في هذه المرحلة ممكن يصير هذا الموضوع قبول عن طرف آخر تتغير أقل التبدلات هلا ما في فريق بيحمل حاله بيجع محل تاني يمكن تتغير التبدلات بالموضوع يعني يصير في شيء من التبديل بالمشهر الحوار اليوم الكل بده حوار ولكن لا مش صحيح كيف مش صحيح مش صحيح مش الكل بده حوار لا أنا كنت أقول أنه حزب الله يدعو إلى حوار حركة أمل تدعو إلى حوار البطرياركية تدعو إلى حوار مش أنه الكل رئيس بري دعاهم أنه يقوموا بدار حوار مش أنه مدعو ولكن البطرياركية كمان كان في موقف لافت للبطريارك الراعي نهار الأحد وقال أنه الحوار يحصل في ساحة النجميل لأنه كان عم بتم كان قبل الرئيس نبيه بري عم بيقول أنه إذا قدر البطريارك الراعي يجمعون ويعمل حوار كمان رجاء يعني مثل ما بيقوله رئيس بري مش متنصل من مسؤولياته أنا صرت طرف وأنا عندي مرشح يعني هذا ما بعم صوت بورقة بايدة ما بيدل على يعني في إنسجام أنه بيقول يا أخي أنا وقت اللي رشحت سلمانة فرنجية عمليا صرت أنا عندي مرشح صح فلذلك قال عشية الجلسة أنه إذا بكركي بتقوم بهذا المسعة فنحن أول الملبين هذا موقف في كثير من الإنسجام في فرق أنه عم قول أنه أنا قبل ما أكون عندي مرشح أنا أكثر هذا الرئيس بري هو المؤهل لإدارة هذا الحوار وأنا بقول لك حتى الآن حتى اليوم إذا بوفوا الرئيس بري الكل اللي بيعرف وقت اللي بيروع على أي طاولة حوار وجرب أكثر من مرة يعني هذه الطاولة يتصرف يتصرف مش أنه يجاي موثل لطرف ولا لفريق ولا لحركة سياسية بصير الرئيس بري هو ممثل لمصلحة وطنية بده يلم الآخرين حول أهدافه فيشرفوا على الحوار ما في عنا خيار غير الحوار اللي رافض الحوار للأسف بالمرة الأولى بالمرة الثانية كان فيه سلمانة فرنجية بس دعا لا حتى الورقة البيضة ليش كنا عم نعمل الورقة بيضة ليش لأنه ما كنتم كنا عم نحكي بحوار ما كنا عم نحكي بحوار ما أسهل علينا وعلى الآخرين صاروا يعيروا علينا إنه إحنا عم نحط ورقة بيضة بقتلح تنين المرشح صار بدون الحوار صار بدون الحوار طيب إن شاء الله يقبلوا الحوار وبروح على حوار جلسة 14 حزيران بعد حتى هذه اللحظة يعني هيك فيه أخدوا رد عليها وخصوصا يعني كمان إنه رجع تبين يمكن إنه كان فيه سيناريو أسود معد لهذه الجلسة وكان فيه ممكن نوع من المخطط إنه خلال هذه الجلسة يصير فيه انقلاب اللي كانوا عم بيحضروا أو يهيئوا لانتخاب يعني الوزير الجهاد أزعور كانوا مراهنين على إنه يحصل أكتر من 65 صوت وإنه يقطع من الدورة الأولى على اعتبار لأنه فيه دستوريين كمان يعني عم يتناقشوا بهذا الموضوع أنه المجلس هو بجلسات مفتوحة وفيهم يعتبروا أي جلسة سابقة هي الجلسة الأولى وتكون أنه هيدا الدورة أولى وهيدا تكون الدورة الثانية قديش هيدا السيناريو يعني اللي عم ينحكي عنه حقيقي كان وكان ممكن أنه يمر ويعتبر انقلاب يعني على الدستور وما يحصل طبعا إذا بدنا نخالف النص الدستوري بصير إنقلاب إنقلاب على الدستور طبعا حتى يكون دقيقي بالكلام بصير إنقلاب على الدستور هيدا الشي كان نشغل عليه كتير وحتى التغييرات اللي صارت آخر عشر ساعات اصلا صحتها مش آخر 24 ساعة ببعض الموقف يعني أنا عندي زملة كنت عم بحكي عنهم قبل يومين ثلاثة واني مش حزبيين بشو عدبة بدأ صار بديشربوا السم وصار بديون يصوتوا لأ كانوا عبقولوا لا وانا كنت محترم رأيهم انه سلامين فرنجيه وفقا لمفهومون وجزء من المنظومة اللي حكمت وجهات أزعور كمان جزء من المنظومة لمعزل قداش كل واحد بالفترة الزمانية وكان عنده موقف سلبي من اثنان طب في خمس ست موقف تبدلت باللال شو صار معرفت عند الكتلة اللبنان الأول كان معروف انه في خمس ست أصوات اعتراضية داخل الكتلة نعمل عليها ل ضغط ضغط لحتى تمشي ما انه سره دا الأمر يعني وتفلت اثنين منهم ما بعرف قداش تفلت واذا هن اللي تفلت أو تفلت غيره لانه في الله وحده بيعرف دي الورقة شو حاطة انت بقلبها اي فااااا الصبح بكير كان اكتر من نائب يعني الزميل وفي صداقة نحن وهان من الفريق الآخر نحن بالمجلس النائبي فيش فريق آخر وفريق او فريق او وفريق ثاني نحن متصرف بدناشاتنا للأولين والغايرة ومشوف هذا المصلحة الأفضل هانه وان وللأمانة تقريبا هادة روحية كل الكتل بل كل النواب فكان الحكي بست 67 صوت وانه هيقطع الخمسة وستين. فبالذان تبين انه كان قصة التركيز على انه يوصله باي شكل من الاشكال للخمسة وستين. يعني اقل يوصل الخمسة وستين او اكثر. انه بيبقوا بقعة المجلس. وبقولوا انه مرشحنا عمليا نجح. لانه بالدورة التانية مفترض اللي يصوتوه بالدورة الاولى حيصوتوا بالدورة التانية. انه حتى لو انسحب عدد كبير من النواب فما بيلغي الجلسة التانية وهذا امر مخالف للدستور. الدستور واضح تماما بقول. الجلسة الاولى الانتخاب النصاب بستة وثمانين يعني السلسان والانتخاب بالسلسان. الجلسة التانية. الدورة التانية. الدورة التانية. الانتخاب بالاغلبية المطلقة. لو بده المشرع يقول انه انا النصاب اغلبية مطلقة كان قال. متل ما قال الاولا. بقول ان نصاب بالاغلبية المطلقة والانتخاب بالاغلبية المطلقة. عادة اذا رجعنا نحنا للنقاشات اللي صارت بالطائف. كلها كان فيه علاية تأكيد انه الرئيس الجمهورية لا ينتخب باقل من سلساء اعضاء المجلس النيابي. او حضوره. بحضوره. عفوا بحضوره. وان لا ينتخب باقل من خمسة وستين نئب. اولا لمكانة الموقع. واكتر شي كان يوم ما عم بيركي عم بيأكد على هذا الامر هو الكليسة المرونية. وانا اتفهم. منا لمكانة هذا الموقع كرئيس جمهورية. وهو تانيا نتيجة تركيبة البلد الطائفية. ما حدا ممكن تكون كتلة او اثنانة او ثلاثة اتخذنا عشان مغامرة غير محسوبة. ممكن فعلا رئيس الجمهورية يوصل يكون معه خمسة نواب ثلاثة اربع نواب. والباقي كله من طواقف تاني. بتوع مننا مشكل بالبلد كانت قصة. وهيدا الامر مش بالطائف صار كمان شا. ما نظلم الطائف. هو معمول فيه من من ما قبل الطائف. رئيس الجمهورية النصاب والانتخاب معمول فيه. واكبر دليل على ذلك. انه جلسة الانتخاب تشير الجمهور. طب ليش اذا كانت لو كانت توفر نص زئد واحد. طب راحوا لانه وابسروا جيبوه من البيوت اذا بتذكره. والله يرحمه النقب البرب خيبر موقف الشهير. قال له انا لا يمكن اني انزل. بتزلوني بالتابوت بس ما بنزل معاكم. طب لو كانت القصة بالنص فكانت هدا. وهيدا بعت استوفى جدلا بالجلسات الاولى. وصار فيه يعني اخمات حتى للامان. يعني سمعت الاستاذ جورج عدوان وقف. وقال لا الدستور واضح. يعني ما كان فيه خلاف موحول هدي. فكان ممكن يجي يقوله. ممكن يقوله. للنائب جورج عدوان اللي هو اللي كان عم بيعد اذا بدنا نقول لهيدا. يمكن يقوله انه متل ما اتفضلت هاد الجلسة بعدها مفتوحة. وانه رحنا على التانية. واكيد كنا حنوقع بمشكل كتير كبيرة من جينا ملا. فما في قدامنا الا خيار ان نروح على الحوار. نقعد نتفاهم مع بعض لانتاج جراء الجمهور. خليني فوت على اخر فاصل اعلاني. بنجا بدنا نكمل حديثنا. لانه بالامس كان فيه لقاء جمع فيه استفير السعودي بفندق فينيسيا بعض السفراء. خلينا نحكي عنه قديش فيه يعني طبعا يعني هوني استعصاء قديش هونيك عم بيكون فيه شي جديد. فاصل ونتابع. اود لقلكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم بالمحور الاخير مع ضيفي سعدت النائب محمد خواجة. يعني بيظل هيدا الاجواء المعقدة. خلصنا الرئاسة. خلص خلصنا رئاسة. بيظل هيدا الاجواء المعقدة رئاسيا. تتناقض مع المشهد اللي حصل بالامس بفندق فينيسيا. حيث نظم السفير السعودي والد البخاري عشى ديبلوماسية تحت عنوان الدبلوماسية المستدامة. او خلق شبكة امان دولية للبنان. شفنا السفير الايراني على طاولته. وايضا حضر القائم بالاعمال السوري. اساس ما فيش سفير لو فيه سفير كان يمن كان حضر. طبعا اكيد. رسالة هذا اللقاء وقراءة هذا اللقاء بالشكل وبالمضمون. هلأ هو امتداد هذا اللقاء. او صورة مصغرة عما يجري في الاقليم. يعني فعلا العلاقات السنائية السعودية الايرانية بعد اتفاق عشرة عزار ببكين. بلشت العلاقات تأخذ منحة اخر. وهذا المنحة بتزهر يوم بعد يوم. ليش عم نتفاجأ من اقل من اسبوع كان وزير الخارجي السعودي في طهران. وفي دعوة للرئيس الايراني لزيارة المملكة. والامور عم تتسيسر. وبسرعة. اكيد اكيد. انا اللي زعجني. انو احنا اللبنانيين تركيبة بلدنا. تركيبة نظامنا السياسي. متل مغناطيس. وان في مشكلة بالاقليم. بيمتصة بسرعة الى الداخل. وبنرفع المتاريس. لكن بس تنتهي المشاكل. مع ان المغناطيس الايجابة اللي بيقدر يمتص الفرص. صح. توصيف حلو. ما بيقدر نمتص الفرص نحنا. اليوم في فرصة كتير كبيرة قدامنا كل لبنانيين. بلدنا مرغوب من كل الاشقاء والاصدقاء. بلدنا مرغوب من ابنائه. كنا عم نحكي تحت الهوى. طالع لبنان ممكن التالت او الرابع بالعحال. هم من حيث قديش ابنائه بدخوا اموال لداخله. بلدنا الله منع علينا بطبيعة جميلة جدا. عم نخربها والحمد لله. بلدنا يعني نحنا علة علمنا. بعض بقولوا انت ببضلك تركز. ما هو علة المرض. واحد عم بتقولي له يا عمي انت يا عمي شكلك منيح. شو لاش بتبضلك متعب. مريض. طيب ما نحنا مرضنا طائفي. ازا ما حالجنا هيدا المرض ما حنتعافه. واكبر ديلة عزيلك هيدا المشهدية اللي عم تقولي عنا. انه طيب نحنا لاش هلا ما منتلقف هيدا الجو المناخات الجميل الجيدي اللي عم بالاقليم. هيا سوريا عم ترتاح. هو العرب فتحوا على سوريا. سوريا فتحيت على العرب. صح. هيدا اليوم العلاقات مش عم تختصر بس ايران. البحرانيين ركضوا بدن يفتحوا. ما قولي مسقط من قبل. هي من الدعاة لانه يكون فيه علاقة جيدة ماذا. قطر. كله. في اليوم عودة خليجية يعني ايضا. بالله يعني كمان رع على الكويت. طبعا فيه علاقات. عنا بحكي بالمشرق العربي. العراق اليوم عم بيتعافى. طبعا. احنا بهمنا كثير العراق. لانه في ود في ود عالم الشعب العراقي. صح. للبنان. واليوم بس نحكي نحنا عن عن مصطفين او صوح عرب. انا بقليك ستين بالمية منهم سلف. عراقيين. صحيح. عراقيين. صحيح. عراقيين. بالفعل. لانه بعد يعني هيدا العودة الخليجية الخليجية اللي شرح. فنحنا صار نحنا لازم نشفي امراضنا. نشفى من امراضنا. لازم نعالج ونشفى من امراضنا. ما منقدر نكمل هيك. مش حرام هذه الفرصة التاريخية اللي عبت سير اليوم حولينا. ما نستفيد منها. طب ولكن هيدا الفرصة التاريخية وهذه العودة اذا بدنا نقول الخليجية الى سوريا وايضا الخليجية الى طهران ايضا. يعني البعض هون يعني اذا بدنا نعكسها على الداخل اللبناني. انه بيعتبر انه فيه فريق هو المنتصر. وهو بيعتبر حاله ايضا. انه هو المنتصر في الاقليم بظل هذه المصالحات وهذه العودة العربية والخليجية يعني طبعا الى سوريا والى طهران وغيرها من الدول. طب اليوم هن ما اعتبرين يعني واليوم. مين اللي بيعتبر انا ما سمعت. يوم فيه فريق بيعتبر انه هن أو هيك بيصنفوها. انتي هلأ حيصيبنا مثل قصة لدريان. ان كل واحد بيطلع من بعض الاجتماع بيقول والله كان اقرب لو جيت نظرنا. انا. لا ولكن هي فيه منطق اليوم بيقول انه هذه المصالحات تصد بمصلحة فريق معين. هذه المصالحات. اكتر من الفريق الاخر. هذه المصالحات بتصد بخدمة شعوب المنطقة. واستقرار دولة. وهذا نحن لازم نعمله. انا مع انه تطور اكثر تروح باتجاه حتى امني. اليوم الخليج. الخليج العربي. ما لكي من لقيله شي تسمي بين الفيرسي والعربي. فالخليج اليوم. لاش بده يجي الامريكي اللي يحميلي نضيق هرمز. ولاش بده يجي الاساطير الغربية. طب ما اليوم ما شاء الله كل دول حاضرة. والقدرات العسكرية عم تتطور. بلشوا يتخلوا اليوم عن هذه القوة الخارقة الامريكية اللي كانوا قبل يستندوا الى مساعدتهم ومساعدتهم. يعني بلش اذا بدك تخفيف التبعية لهذه القوة. طب خلان نطورها اكتر واكتر. لا نقدر نستفيد. انا بعتقد اي طلاق اليوم بين دول المنطقة هو مرحب فيه. واذا بنذكر كنا قبل شهر تقريبا من عشرة نيسان. من عشرة ازار. كان فيه كلمة للرئيس بري من على منبر الصفارة الايرانية. ودعا الى اتفاق سعودة ايراني. وانه حان متل ما بقوله حان صار الوقت. اي. ف وما بعرف اذا كانت هي رؤية ولا مصادفة. وقد تكون اتنان سوا. فانحنا اكتر ناس بلبنان انه مصطحة استقرار باستقرار الاقليم. لا. لان احنا اول ناس نتيجة شاشة المناعة تعيتنا. ننطلقى كل الازمات اللي بالاقليم. اللي بلشنا فيها حديثنا. صح. صح. فهذا الاقليم بس عم بيرتاح. اكيد نحنا عم نرتاح. متل اذا فيه عضو بجسم الانسان. مريض او تعبان. بصيروا الاول اعضاء نشط الاعضاء اللي حواليه. لتصير تحمل معه. فاكيد نحنا مستفيدين ومستفيدين بدرجة عالي من اللي عبي يحدث. اما انا بدي فوت من منتصر ومش من منتصر وبنسبة اديش. يعني ما بتشوف انت اليوم هيدا الموضوع. ما بتصنفه على هالاساس يعني. ما بدي صنف على هالاساس. طب. لانه ايضا. اليوم المنتصر المنتصر هو تعزيز روح الاخوة بالمنطقة بين كل الدول العربية. بين الدول العربية والدول الشقيقة. انا سنة الالفين وخمسة كتبت موضوع شوي مطول بمجلة شؤون الاوسط. المسلس العربي التركي الايراني. المعت باني له شا عم تحكي. اذا هذا المسلس اذا كتب له يوم من ايام الحياة يكفي ان نتعاون اقتصاديا. نفتح السوق. هيدا بيصير قلب العالم الاقتصادي. هيدا المسلس بيصير قلب العالم الاقتصادي. وقتين اليوم الدول الغربية. ايش من هلأ? من 300 سنة عم تشتغل انه ها المنطقة ممنوع ترتاح. وهدي المنطقة ممنوع تتوحد. وهدي المنطقة ممنوع تكون متعاونة مع بعضها. ودائما يبنبشونا. وطبعا احنا كمان جاهزين بنيوتنا الهشة. طبعا. دائما جاهزة انه انه تنبش بالماضي. هادي لا. لانه بيعرفوا انه ها المنطقة بما تحويه من سروات. ان كانت هادي السروات الطبيعية ولا السروة البشرية اللي موجودة. ها المنطقة المحاطة بعدد من البحار والمحيطات. هادي المنطقة اذا بيوم من الايام قدرت بالحدود الدنيا. انا بشي عم بقوله هلا بنيجي نعمل وحدة. ان تعزز روح التعاون بين الدول والشعوب. انا بقولك هادي المنطقة يتغير حالة فورا. طبعا يتغير حالة. ولكن هلا بانتظار شوي بعض المصالحات وخصوصا السورية التركية بعد ما اكتملت. يعني وطبعا في شروط وشروط مضادة لتنفيذ هذه المصالحة. يعني عم يكتمل اذا فينا نقول المشهد. ولكن بده بعد وقت بمكان ما. وخلينا نستفيد وخلينا نستفيد من انشغال امريكي. صح. بالحرب الاوكرانية والحرب الاوكرانية. ولكن اليوم في هذا المشهد. خلينا نستفيد لانه هو وقت اللي بكنش منشغل. اكيد نحنا بيطلعنا حصة من تآمره علينا. منضرره انه. فخلينا هلا نحنا الفترة هذه انظاروا في مكان اخر من العالم. لان هناك ترسم. صحيح. هناك ترسم معالم النظام العالم الجديد. العالم الجديد. ولكن نحنا في يعني كمان عم ترسم اليوم المشهد الاقليمي الجديد ايضا. نعم النظام الاقليمي. وله العهد الامير محمد بن سلمان. وخصوصا برؤيته الجديدة والفين وتلاتين. كمان يرسم يعني يريد ان تصبح يصبح الشرق اوروبا الجديدة. في رؤية كتير حلوة للمنطقة. عم يسعى يمكن. عم تسعى دول المنطقة لتطبيقها وللوصول اليها. بتصفير المشاكل ايضا. ولكن يعني بعد بحاجة لبعض الوقت لتنفيذها وللوصول اليها. لعله عسى انه لبنان يقدر يواكب هيدا الموضوعات. حتى ما يبقى خارج هذا المشهد الاقليمي اللي عم يرسم. قديش يعني قادر هو يواكب. مدام العقول اللي عنا العقول نظمة حياتنا السياسية. هي عقول طائفية ما بيمشى الحال. ما بيمشى الحال. ما بده لبنان يبلش يتحضر اليوم للدخول بهذا المشهد الجديد. طبعا نحن لازم يكون اساس. نحن ممكن نكون اساس. كنا اساس. تراجعنا. اليوم ما لازم يبلش يرجع يرسم يعني ويكون بهذا المشهد. حتى نخطم يعني بالنهاية حدثنا. بس عم نسرع موضوع رأسة الجمهورية. وانا بقول رأسة الجمهورية لازم يكون في حد مننا حكومة إصلاحية. وقال له ما لقيمة كله هذا الحكي. اليوم مش عم نحكي عن باكتش كامل متكامل برأيك. فرنسي وقت اللي طرح هذه المعادلة مفترض تكون هي السلة اللي عم تحكي عنها. بس طرح ولو ما طرحاش بالعلن. اي. رأسة جمهورية فرنجية ورأسة حكومة المواف سلام. كان ما تعتقد بباله هذا شيء. ونحن لازم أساسا مين بكان رئيس الجمهورية. لازم يكون في حكومة إصلاحية حده. لأنه اليوم خاصة بعض الطائف. السلطة جزء كبير من السلطات انتقلت من يد رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا كمان. مش لرئيس الحكومة. دستور واضح بهذا الموضوع. فبدنا حكومة إصلاحية من رأسة إلى آخر وزير فيها. ومش بس إصلاحية. يكون عندها رؤية. كي بنا نظهر؟ اللبنانيين يعني كافيهم. احنا حندخل بعد شوية بالعام الخامس للأزمة. كي بنا نظهر منا؟ بدنا رؤية. بدنا حدا يجي يقول أنه إحنا إذا وصلنا وعنا هذا التصور وهذا التصور من سيله بالتريقة التالية. واحد اثنين ثلاثة أربعة. دور الوزارة يكون معروف. دورك الإدارة. دورك الجهاز. دورك المؤسسة. دورك المواطن بعد شوية. إذا ما اشتغلنا بهذه الروحية لا يمكن أن نصل نرجع إلى بر الأمان. إن شاء الله نقدر نشتغل يعني بهذه الروحية تحت نواكب هذه التطورات. رأسة الجمهورية هي مفتاحية الحل. منبلش منها بس مش لازم نوقف عندها. رغم أنه كنا نحكي كمان أيضا قبل شوية تحت الهوى أنه يعني رئاسة الجمهورية ما عندها الصلاحيات الواسعة. هو الأساس كله والعمل والمجهود الكبير هو على الحكومة. صحة. بس نحن نتلحق. بس نحن نتلحق. بما يعني الموقع الموقع الأول في الدولة. معني هو المؤتمن على الدستور. معني هو رئيس هو قائد الكوات المسلحة. لا في صلاحيات بعض. طبعا الأمور التنفيذية بجزء كبير مننا انتقل للحكومة. صار للحكومة. وهذا أمر جاية. بالعكس إذا جبنا رئيس جمهورية مع حكومة. في شيء من التجانس. وفقا لرؤية ووفقا لخطة. بيبلش البلد يتعافى. إن شاء الله غير هيك حنظلنا على الأنين ببرقة الوحل اللي عم نعيشها اليوم. بقصة إلي وتألك. وكل هالمشاكل اللي عايشين. إن شاء الله هيك على أمل أنه بلش الأمور تتوضح. إن شاء الله. نفوت يعني. موارف البعض عن بقلنا أن الصيفية كلها رح تقطع بلى رئيس جمهورية. خلوا اللبنانيين يصيفوا. المختربين يصيفوا. وبنرجى بعدنا بنحكي لا إن شاء الله. نعمل بركة يعني بالصيفية. بركة بركة. شو عرفني. لأنه حسب الأجواء ما في أي أمل هلأ برئيس. للأسف نحن خلص وقتنا. بدأت شكر حضورك معنا. عضو كتلة التحرير والتنمية نائبة محمد خويجة. شكرا لك. وأيضا مشاهدينا الكرام. شكرا لكم على حسن المتابعة. وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة